انطالك به الى الحكومة انا اطالب حكومة بلدي وهي حكومة نشطة برئاسة الرجل النشيط الخلوق دكتور مصطفى مدبولي انه هو يقول لنا احنا واخدنا ورايح بينا فين على 2019 انا عايز يقدم لي كشف حساب للشعب دايما الحكومة بتقدم كشف حساب امام مجلس النواب بصفة مجلس النواب هو اللي بيمثل الامة بس ايه اللي يمنع في اقتار حوار تلفزيوني او صحفي او مؤتمر صحفي كبير يطلع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة يقدم لي كشف حساب يجرد للسنة دي عمل فيها ايه الانجازات اللي حققتها الحكومة الاهداف اللي كان نفس الحكومة تحققها لكنها عجزت عن تحققها بس اطالب دكتور مصطفى مدبولي انه هو يكلم الناس بلغة بسيطة لغة سهلة الناس بتقع في وسط الارقام اللي هو 14 مليار و 18 2.8 تريليون مش عارف ايه الناس عايزة لغة بسيطة انا اتمنى دكتور مصطفى مدبولي واذا كان سجل الحكومة حافلا في 2018 يطلع يقول للناس يقول لهم انا عملت ايه وسويت ايه بس عايزة اقول الاحلام العظيمة اللي الحكومة بتحققها كانشاءات عاصمة ادارية طرق محطات كهرباء انا عايزة ينزل الاحلام بسيطة للناس في الشارع انا يهمني في الحارة اللي انا عايشها ان الغاز يكون وصلي فهو لازم يقول ايضا في ان خطة الحكومة ان انا هوصل لك في الحارة بتاعتك في المنطقة بتاعتك في المدينة في المركز في القرى في الناجع ان انا هعمل لك هوصل لك الغاز وانا عندي خطة ايه مليون و 300 الف بيت ودي خطة اعلن عنها السيد رئيس الجمهورية انه هو يقول لنا انت عملت ايه انا عايزك تبلغني عن الحاجات القديمة انتو بتتكلموا وانتو عاديين عن الدين العام اللي بقى كبير جدا وصلنا ل 5000 مليار جنيه فايدته تتجاوز ال 500 مليار ورئيس الجمهورية طالب المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركز انه هو يشد خط ويبحث عن طرق لتقليل المديونية لكن انا بسمع ايضا ان احنا في نفس اليوم اللي الرئيس بيكلفكم فيه بدا بلايكم 1000 مليار و 2 مليار دولار من برا مين اللي هيسدد ده ما انا كمواطن الان ما دي بلدي انت في الاخر كرئيس وزراء مع كامل الاحترام لامتك وقمتك وشخصك انت راحل في يوم من الايام اللي هيسدد المديونية دي انا وبقيت المواطنين انا من حق اعرف حكومة بلدي هتسدد المليارات المتلتلة دي ازاي ده الماضي عايز اعرف حكومة بلدي عملت ايه في البطالة ان انت ضختيلي في السوق كم فرصة عمل حقيقية وفرت كم فرصة عمل انا عايز كلام بالبلدي كده كلام البسيط يفهمه قبل المثقف وقبل المتعلم عايز 2018 يقعد دكتور مصطفى مدبولي مع نفسه ومع ضاء حكومته ومع سكرتريته ويقعد يكتب في يناير عمل ايه وفبراير عمل ايه ومارس والكلام ده سواء كانت حكومة او حكومة سابقة مهند شريف اسماعيل بس انا عايز من 1 يناير 2018 ل31 ديسمبر ايه اللي يمنع ان احنا نسن سنة حسنة ان الحكومة تقدم كشف حساب امام الرأي العام امام الشعب انا كمواطن على الال ابدأ معاك السنة الجديدة وانا قلبي معاك اقول والله الحكومة دينا كنت ظلمة ده والله عملت كيت وكيت وكيت واثرت في كيت وكيت اللي يمنع انك تأثر يعني اليد عاجزة مثلا نقول للناس نقول ظروفنا ايه عايز في 2019 تشرح لخطة الحكومة انا قلبي عمال يرتكف كل يوم عمال اسمع شائعات الحق البنزين هيزيد الحق السلار الكهرباء الكلام ده انا عايز خطة الحكومة تقول لي وما تفاجئش المواطن تقول له والله احنا في 2019 هنزود عليك الغاز البنزين السلار هيزيد بنسبة قد كذا وهيزيد في 1-7 مثلا مع الموازنة الجديدة بحيث انا كمواطن اقفل وداني ضد الشائعات خلاص انا مش هسمع اي شائع لان رئيس الوزراء طلع يكلمني فيست وفيز وجه الوج وبقى انا كده عارف راسي من رجلي لكن ان انت تسيب الناس نهبا للشائعات ده امر لا ينبغي ان يستمر انت النهاردة قررت فجأة كوزير مالية وهو عدو في حكومتك ان الناس صحيت من انهم لقيته قرر يعدل الدولار الجمروكي يخليه من 16 ل 18 جنيه تقريبا على كل السلع مع ده السلع اللي سميها السلع الاستراتيجية الشاي الزيت والسكر الامح لكن ده نتج عنه زيادة في الاسعار لان تقل عن 15% انا مش عايز اتفاجئ كمواطن هل القرار ده جيه فجأة هل الحكومة بتشتغل بليومية يوم بيوم ولا هي عندها خطة ودراسة انا عايز اعرف خطة الحكومة في 2019 رايحة فين واتمنى ان اتكلم المواطن البسيط وتقول له لكل واحد ساكن في حارة ولا عشة ولا كوخ ولا في اي نجح لا انا هوصلك بالخدمات بتاعتي المواطن كلما يحس ان الحكومة حس بيه او كده وقريبة منه او كده هو هيتفاعل معاك مش تبقى الحكومة فوادي والمواطن فوادي تاني كلموا الناس انزلوا للناس بصاتوا المعلومات للناس بصاتوا الارقام للناس انتوا بتتكلموا بلغة لا تصل الى الناس لماذا لا يخرج رئيس الوزراء رئيس الوزراء رغم امرور عدة اشهر على منصبه لم يدلي الا بحوار صحف واحد لا احدى الصحف لكن لم يخرج على الناس ويتحدث ليه يا رئيس الوزراء ده انت رئيس حكومة مصر اطلع كلم الناس وانت اكيد حافظ الارقام المهم ما تفاجئناش في 2009 اهم حاجة ان المواطن لا يفاجأ اهم حاجة ان المواطن يبعارف راسه من رجله داخل السنة الجديدة مش حاطت ايده على قلبه خايف من بكرة طب منه الناس لبكرة اهم حاجة طب منه الناس في بكرة في 2019 طب منه الناس امنوهم على ارزاقهم وعلى معايشهم امنوهم على الاسعار اقول له خطتك ايه كرئيس وزراء ومجموعة وزراء هتعملوا ايه في الاسعار انا عايز هذا الحوار يبقى دائر ودائم مش انكم تبقوا في ابراج عاجية والناس في مناطق تانية نهبل للشائعات تطلع من اي قنوات معادية للدولة المصرية انا اعتقد لو نجحنا ان احنا نوصل للناس وننزل لهم ونكلمهم ونفتح حوار واجه اللي واقع اعتقد ده هيفيد الحكومة قبل ما يفيد المواطن ده 2019 وده قبل 2020 اللي رئيس مصر عم فتح السيسي اعلن انه مصر هتكون في حاجة تانية خالص في 2020 طيب ما احنا داخلين على 19 اهيه فرقة كعب بيننا 2020 تعالوا طلعوا اقولوا للناس اعتقد 2020 مش بعيدة 12 شهر في عمر الدول لا يذكر ده ما بسافة ساعة في عمر الافراد يا ترى احنا رايحين فين على 2020 انا من حق كمواطن اتطمن على بلدي اتطمن على كل الحاجات اللي انا سألت فيها رئيس الوزراء واهم ما يهم المواطن هو المعايش لقمة عيشه وظفته دول ما يشغل كل مواطن في العالم والمواطن المصري مش عاجبة يهمه ايضا يتطمن على لقمة عيشه ويتطمن على احوال بلده ويتطمن على مستقبل الوطن ده احنا رايحين به فين اتمنى يكون الرسالة وصلت للسيد رئيس الوزراء هنتلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنقابل الصديق العزيز الاستاذ طارق الشناوي لكن هنشوف تقرير اشتركوا في من самого شخص اشتركوا في منطقة عيشك